بدوره أكد قياديهم بالإطار التنسيقي أن السفيرة الأمريكية بدأت عقب بيان الصدر جولة لقاءات من نخب سياسية عراقية ولكن بشكل غير معلن وأوضح القيادي أن رومانوسكي وجهت في لقاءتها ثلاث رسائل مهمة أبرزها تداعيات إغلاق سفارة خاصة وأن هناك اتفاقيات وتعاون بين واشنطن وبغداد في ملفات عدة ومنها التسليح والأمن لافتا إلى أن السفيرة قد تلتقي السوداني لمعرفة رأي حكومته حيال ما طرح وبيّن أن الجميع يخشى الرد الأمريكي على قصف مصالح واشنطن وإن إعلان فصيل مسلح بدأ العمليات العسكرية يضع حكومة السوداني في حرج كبير